يحتفل عمانيون في السلطنة الشقيقة بعيد الأضحى المبارك بتقوص تقليدية تجمع أفراد العائلة كافة نعم فبعد جائحة كورونا التي غيبت أجواء العيد عاد العمانيون للاحتفال بالعياد بالأهازيج والعروض الفنية والتجمعات العائلية الهبطة مظهر من مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى المبارك استهلوا معها المواطنون تباشير الفرحة بالعيد السعيد أيام عيد الأضحى المبارك حافلة بالمشاعر الدينية والمظاهر الاجتماعية في سلطنة عمان فالأسرة العمانية تتعدد تقوصها احتفاء بالمناسبة وللأطفال فرحتهم بالعيدية والعيود وتتوزع المهام بين أفراد الأسرة لإعداد موائد العيد بأصنافها إذ يعد الشواء دفن اللحم في الأرض من أهم الوجبات تجتمع عليها الأسرة في ثالث أيام العيد لا شك أن المظاهر الحمد لله رب العالمين رجعت بعد انقطاع ثلاث سنوات صعيبة وكان كل انقطاع فرحة الأولاد والأطفال اللي موجودة الحالين واللي نشوفها في هذه الاحتفالية الصراحة تبهجها الخاطر أيضا الانقطاع اللي سار الماضي يعني أوقف كل الحركات الشرائية والتجارية اللي موجودة فالحمد لله رب العالمين رجعت الحياة والعيد والناس احتفلت الفنون الشعبية بأهازيجها التراثية مظهر آخر من مظاهر العيد ولعل فن الرزحة من أكثر الفنون حضورا في هذه المناسبة يجتمع فيه الكبار والصغار في مشهد يؤكد على الارتباط بالأصالة وتناقلها بين الأجيال لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن مبارك الدرمكي سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر